أكد قائد قطاع شمال دارفور بالدعم السريع العميد جد حمدان أبو شوك انتشار قواته في عدد من مناطق الولاية خاصة في فتبرن وكبكابية وجبل عامر لحماية المواطنين وتأمين الموسم الزراعي والحفاظ على الأمن والاستقرار والسلامة العامة وأوضح أبو شوك أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجهات قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو وتوجيهه بتأمين المواطن وحماية القطاع الزراعي وجدد جاهزية قواته للإسهام في كافة المجالات خاصة حل حالة القضايا الاجتماعية ودعم الثقافة والرياضة إلى جانب دورها الأساسي في تعزيز الأمن وحماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية والمخدرات ضمن منظومة القوات النظامية الأخرى كل يوم تؤكد قوات دعم السريع لوى كعبها وكمال جهزيتها لتنفيذ المهام الموكلة إليها فقد أكدت انتشار في عدد من المناطق خاصة في فتبرنو وكبكابية وجبل عمر وتأمين المواطنين وممتلكاتهم وحماية الموسم الزراعي وأحل حالة ما يطرأ من مشاكل بتلك المناطق تنفيذ لتوجيهات قائد دعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو أنكو كل مواقعك في فتبرنو مؤمن المنسب الزراعي مؤمن المواطنين مؤمن الطرق مؤمن كل التفلطات التي حصلت في منطقة فتبرنو الحمد لله كل الأوضاع آمنة وقواتنا منتشرة في كل حوالي القرى بتاع فتبرنو وكل الفرقان والمزارع والحمد لله الوضع إن شاء الله يعني وضع فتبرنو مستغرد مية في المية تقول قوات دعم السريع أنها استطاعت تأمين عدد من المناطق الزراعية حاصة في منطقة كبكابية والاستجابة لمطالب أهل المنطقة بتعزيز القوات لإستدامة الأمن والاستقرار يعني كل حالة لهم مشاكلهم وواجهتهم بالنصايح وواجهتهم بالكلام الحقيقي وواجهتهم بكل طلبه طبعا قالوا نحن داري مية عربية كل من الغوات المشتركة الحمد لله يا غوات ناسة الآن وصلت البلد مؤمنة تماما أدوار دعم السريع لم تقتصر على الحفاظ على الأمن بل تعدته إلى أدوار اجتماعية وإسفامات مقدرة في حل حالة مشاكل المجتمع ودعم الثقافة والرياضة والأعمال الإنسانية نحن في الدعم السريع يعني في هوبة الاستعداد لتنفيذ كل المهام الموجودة الآن ذكرتها قبل شوية وأي مهام بيجينا من المركز فيما يلي حماية وتعمين المواطن في ولاية الشمال دارفور في الموسم الزراعي عندنا جانب في المصالحات الغبلية هنا في القطاع باستمرار بين الناس في المشاكل في بعض المناطق تد يعني تكون فيه نزاع قبلي وشيق بتي بتي محلو هنا بواسط الصيد غير القطاع سيادة العميد جدو حمدان فالدعم السريع في ولاية شمال دارفور داخل في مجالات كثيرة جدا في مجالات رياضية ومجالات اجتماعية وإسهامات كثيرة جدا في الأدوار التي تقوم بها قوات الدعم السريع في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتجار بالبشر ومحاربة اليريمة العابرة تمثل رصيدا يضاف إلى رصيدها من أدوارها في تعزيز الأمن والسلامة العامة أمر جعلها محط اهتمام واحترام من كل أهل دارفور ياسر آدم حسن ولاية شمال دارفور الفاشر